اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما كم تشوفوا هذا كامل امثلة رح نحلهم اليوم ورح نبدأ بمثال 7 وثانة وتاسعة ومبعدها نارج عن مثال خامسة والسازة هيا جماعة زينان نبدأ بمثال رقم سبعة كما تلاحظوا اعطانا تركيب الكتروني وطلب مننا ملء جدول لتشغيل في حالة غياب القطعة وفي حالة حضور القطعة وكينا حاجة جديدة في هذا التركيب عندنا او بي اللي ومضخم عملي يعمل عمل مقارن وشحيدين هذا المضخم عملي يقارن ما بين جهد VL3 والجهد VCU ويتحكم لي في المقحة جماعة قبل ما نملو الجدول لتشغيل لازمنا نخرج قيم توترات الدخول يعني ايش معنى تجمع اي تركيب الكتروني يعطيه لك سواء تركيب كهربائي في خلية كهروضوئية ولا في خلية حرارية وهذا التركيب في مضخم عملي يعمل عمل مقارن اول حاجة خمم فيها احسب الجهود المدخلين الجهد اللي هو الاول في ناقص والجهد الثاني في زيد ومن بعدها اخر حاجة خمم كيفية تكمل الجدول هاي جماعة زينة نبدأ ونفهمه وش معنى في ناقص وش معنى في زيد وكيفية نحسبه كما كنتلاحظوا هذا المضخم عملي يعمل عمل مقارن لا يحتوي المقامة راجعة واللي يحب يفهم مجمع مقارن تماثلي روح يتفرج الحصة رقم 12 والحصة رقم 13 اللي فيها خمسة مارين ولا ستة مارين وبإذن الله ما تلقوا حتى اشكالية في المقارنات إذن هذا المقارن ما الذي يعمل يقارن بين جهدين الجهد الأول هو في ناقص وهذا في ناقص يجمع يجمع عبر عليه يعبر عليه Air 3 كيف عرفت نازمني من في ناقص ونبدأ ونرسمه الخط حتى نوصله جيندي المقاومة اللي يمر عليها خط الأصفل تسمى المقاومة المعنية إذن في ناقص يعبر عنه في Air 3 والجهد الثاني يجمع كما كنتلاحظوا في زيد نرسمه من النقطة هذه حتى نوصله جيندي اللحظوا باللي في زيد هو نفسه الجهد بين طرفين المقحل وبما أنه هذه نقطة ونقطة هذه المقحل وش نقوله في زيد تسوي في سيو تاع المقحل الجهد الأول في Air 3 هو جهد ثابت بسكوا له لأنه هذه المقاومة كامل ثابتة والجهد الثاني في سيو هو جهد متغير لماذا؟ لماذا قلت جهد متغير لأنه المقحل قادر يكون قاطعة مغلقة وقادر يكون قاطعة مفتوحة قادر في حالة غياب القطاع حيكون مشبع وفي سيو تاعو ستسوي في سيو ساتور ستسوي زير وكي تجي الكرة وتحجز الضوء على المقحل سيكون في سيو تاعو يسوي في سيو بلوك في هذه الحالة في سيو تاعو شي يسوي 12 فول لاحظوا باللي الجهد بين طرفين المقحل متغير على حسب الكرة ما تقلقوش أجمع كل شي نفهمه بالتفصيل هيا أجمع نبدأ نحسبه في ناقص ونحسبه في زير إذن في ناقص أجمع وكما قلنا في ناقص كون يعبر عليه تعبر عليه مقامة A3 إذن في ناقص ماذا يسوي هو كذلك نفسه نفس الجهد VR3 وVR3 أجمع كيف نحسبها بما أن مقامات R3 و A2 على تسلسل في هذه الحالة نستخدم قاسم التوتر وشي قلنا قاسم التوتر قلنا بتحسب الجهد بين طرفين مقامة A3 وشي يسوي يسوي المقامة المعنية اللي مر عليها خط الأصفر هذا على مجموع المقامة هذا الفرع هذا الفرع أجمع تلاحظوا باللي كان مقامة R3 و R2 على تسلسل إذن معنا نتعلم وشي نقول R2 زيد R3 الكل في جهد التغذية مسؤول عن تغذية هذا الفرع إذن VR3 تسوي R3 على R2 زيد R3 في V6 من بعد هجمع كما كيف تلاحظوا هنا R2 و R3 أعطاهمنا بدلالة بعضها وقال R2 تسوي R3 في هذه الحالة لا يوجد قيم يعني تقدر تخرج قيمتها مباشرة لو كان R2 أعطا لك 1 كيلو و R3 أعطا لك 5 كيلو أحسب عادي وحسب VR3 هنا أعطيت لك R2 تسوي بدلالة R3 إذن وش يسوي VR3 يسوي A3 على R2 و R3 متساويين معنا تسوي 2 R3 الكل في VCC وعندي R3 مع R3 واش تبقى لي 1 2 VCC إذن جهد هذا يسوي 6 إذن VNA قص وش يسوي 6 و هذا الجهد نسميه جهد مرجعي غير متغير مهما كانت حالة الكرة سواء كانت حاضرة ولا كانت غائبة إذن وش نكتبو هنا نكتبو وهذا جهد ما ثابت أما جهد الثاني اللي هو جهد بين طرفي المقحل اللي يسميه VCU هذا جهد متغير إذن ماذا يسوي يعبر عليه جهد بين طرفي المقحل إذن يسوي VCU وجهد بين طرفي المقحل عنده احتمالين على حساب الكرة إذا كانت الكرة غائبة ولا قطعة غائبة وش تلاحظوا الضوء هذا يتسلط على قاعدة المقحل والمقحل يسمى قاطعة مغلقة ولا يسمى مشبه إذن جهد بين الطرفي في هذه الحالة يسمى VCU Satori متشب وVCU Satori في المقحل دائما 0 V مع سلك سلك لنجد قصة 0 V الاحتمال الثاني هو في حالة حضور الكرة من هل يجي كرة تحجز الضوء على المقحل وبالتالي الضوء هذا ما وصل قاعدة المقحل في هذه الحال مقول في حالة حضور القطعة تحجز بالضوء على مقحل كهار وظوئي VZ وش يسوي VCU بلوك بسكو لأنه مقحل كي حجز الضوء وش يقول لي مسدود والجهد بين الطرف يسمي VCU بلوك و جماعة يسوي جهد وقطعة الحاجز الضوء VZ وش يسوي VCU بلوك ويسوي VCC إذن جهد بين الطرف المقحل VZ هو جهد متغير أما VNAX هو جهد ثابت هنا يجمع إن شاء الله فهمتوا كل شي درجو ما نحن نملك جدول التشغيل كما لاحظنا وش قلنا أول حاجة VNAX سو ديما 6 ثاني حاجة مقحل هل هو NPN أو PNP يجب أن تركزه بما أنه سهم خارج منه مع أنت NPN مع أنت هذا المقحل كيف يخدم كيف يوصل تيار للجهد يعتبر قاطعة مغلقة ويغلق دارة الوشعة كيف لا يصل لش VZ لا يصل لش جهد تيار يعتبر قاطعة مفتاح ويقطع التيار على الوشعة بعدها نحن نكتب VNAX يسوي 6V سواء في غياب الكرة أو في حضور الكرة من بعدها نشرح تركي في حالة غياب الكرة في حالة غياب الكرة الضوء يتسلط على قاعدة المقحل الكهروضوئي وبالتالي يصبح مشبع وبالتالي في هذه الحالة بما أنه مقحل مشبع الجهد بين الطرفين ماذا يساوي يساوي VCO Satori وVCO Satori يساوي 0V من بعدها المقارن التماثلي يقارن مبين جهدين وش لكم تلاحظوا تلاحظوا بلي 6V أكبر من 0V و6V مربوطة بالقطب العاكس وكيعد V- أكبر من VZ هنا وش V-Saurity وش يخرج 0V وكتعود VZ أكبر من V- هنا V-Saurity يخرج VCC وبما أنه قطب ناقص أكبر من قطب Z في التوتر إذن كيف قطعها مفتوحة مع أنت يفتح الدارة ما بين الجامع والباعث وبما أنه مقحل هذا المانع وش دار قاطع التغذية للوشعة الوشعة تتمغنط الوشعة لا تتمغنط والتيامس غير حالته والتيامس يبقى في حالة راح وبما أنه التامس في حالة راح نشوف Air و S كما كنت تلاحظوا التيار مني كيف يمشي من المصدر الجهد حتى يوصل G كما كنت تلاحظوا التيار يمشي من نقطة هذه كيف يوصل نقطة هذه يلقى فرعين الفرع فيه Air وفرع ثاني فيه مقام G إذن تيار في هذه الحالة وشيدي راح يتقصم الجزء يروح Air والجزء الثاني يروح G إذن Air وصل لها التيار إذن R هي النشيطة والS خاملة ووظيفة تمسح المخرج يعني وضع المخرج في سيفر إذن وشي مقول في هذه الحالة Key وشي يساوي صفر وبما أنه العدد أجمع أسكو يعد ولا ما يعدش ركز معي ملي هذه إشارة ساعة العدد مش مربوطة بالKey أجمع هذلك هنعطت هيكم مربوطة بالKey بار مع لما أنه يساوي صفر كيف يساوي يساوي واحد هل العدد يعود لا ذكرنا فمجمع أعد ولا ما يعج هايجمع نملو الجد والول في حالة غياب الكرة إذا ما نكتب في حالة غياب الكرة VZ ماذا يساوي VCO Satori و 0 V V Sorty يعطي لي 0 V ناقص أكبر V زايد حالة المقهال غير ممرر ولا مانع بسكو V Sorty يعطي 0 V أو قاطعة مفتوحة الوشعة غير مغذات لماذا غير مغذات بسكو لها المقهال في حالة التبليل وراء قاطعة مفتوحة ما يخلي التيار يمشي من VCC وروح الوشعة التماس في حالة راحة بسكو لا ما تغذيتش الوشعة ويبقى ديما في حالة راحة بما أنه تمس في حالة راحة S وش يسوي 0 و R 1 R هو النشط يمسح المخرج ويقلب 0 منطقي هل العدد يعود نجاوبكم إذا في هذه الحالة نعرف العدد يولي عيد ومعد شوف إشارة 9 إذا كون يتحكم في إشارة 9 كما كما تلاحظوا تحكم فيها كيبار بما أنه كيبار وش يسوي واحد وهذا نستميه مستوى الأعلى ميل عدد يمشي بجبهة نازلة لحظة الانتقالية من واحد للصف هنا مجاة جبهة نازلة إذا هنو نكتبو العدد لا يعد إذا مجنو نكتبو العدد لا يعد هذا هو الاحتمال الأول في حالة غياب الكرة جما راحوا الاحتمال الثاني اللي هو في حالة حضور القطعة كما كم تلاحظوا القطعة هذي وش دارت كيو وصلت هنا بين بعث والجامع قطعت الضوء على المقحة الكهرو ميغناطسي إذا في هذه الحال وش نقول هنا المقحة يعمل دور قاطعة مفتوحة وبما أنه قاطعة مفتوحة الجهد بين طرف هذا المقحة ماذا يسوي يسوي VCO بلوك وVCO بلوك يسوي جهد القروش هكذا وكما تلاحظوا هجمع هل تكون أكبر 12 أو 6 ستقول لي 12 أكبر و12 موصولة بالزيد مع أنتها Vزيد أكبر من V ناقص وكيقعد في المقارن Vزيد أكبر من V ناقص إذا Vصورتي وش يخرج الجهد الموجة بيخرج 12 فض إذا Vصورتي 12 فض وبما أن المقحل الذي أعطيت له جهد التيار ويعتبر قاطعة مغلقة والله يعمل في حالة تشبه يعني ما معناتها ما بين مغلقة مغلقة إذا المقحل في حالة تشبه أغلق دارة الوشعة إذا هذا التيار يأتي من V سي يمر عبر الوشعة ويأتي الوشعة إذا الوشعة ويأتي التيار التيار يروح للأر شوف معين يروح إذا تيار أصبح يصل إلى هذه النقطة جزء يروح للأر وجزء يروح للأس إذا أس وصل ها التيار أو موصل إذا أس تساوي واحد إذا نكتب أس يساوي واحد والأر يجمع وشاكم مربوطة بجياندي وما عنده من يوصل التيار إذا ماذا يساوي أر يساوي أس إذا كون فعال في هذه الحالة أس 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 إذا ووظيفة الأس هو تشغيل يعني يقلب مخرج في حالة التعامل يعني يقلب مخرج كي يساوي واحد إذا كيوش يساوي واحد وبما أنه كي يساوي واحد كي بار يساوي زير هنا العدد يحسب ولا ما يحسب العدد يحسب ماذا كنت تفهم أجمع إذا كنت نكمل جدوان ونرجع المخطط كيف نتاع إذا هين كتب أجمع في حالة حضور الكرة إذن VCU بلوك يساوي 12 فولت وبما أنه VZ أكبر VNAX V30 يمدلي 12 فولت وبما أنه V30 12 فولت يغضي المقحل TR يصبح مشبع أو ممررر ومقحل المشبع الوشعة محرضة أو مغذات وبما أنه وشعة محرضة تمس سيعكس حالته أو يصبح في حالة عمل وكي تعكس تمس وشتولي S هي التي تساوي 1 وال R تساوي سيفر وبما أنه S نشطة مع أنها يساوي 1 هاي يجمع نشوف العدد يحسب ولا ما يحسب ركز مع عام بما أنه يجمع يساوي 1 كبار يساوي يساوي 0 وشاكم تلاحظوا هذه لحظة انتقالية من مستوى الأعلى لمستوى الأدنى هذي شو سمي جبهة نازلة والعدد كي جبهة نازلة إذا نقول في هذه الحالة العدد يعد وهذا هو بنسبة جدول تشغيل تركي فيه مقارن يعمل مضخم عملية عمل عمل مقارن بسيط جدا في حتى إشكالية جماعة التوصيل من الحفاظ جماعة تتبعوا طريقة التعي ولازم تكونوا إن شاء الله ومتابعوا منكم حتى إشكالية هيا جماعة راح سؤالي بعد كي تلميذ سألو لي يا ستاد وشو وظيفة عناصر الكهربائية في هذا التركيب إلكترون بسيط جدا على باعث ومستقبل وهذا نسميهم خالية كهربائية إذن نسميه طابق كشف عن مرور الكورات والله عن مرور القطع أما طابق الثنين بما أنه يحتوي على قلب Ares والأس والأير مربوطين بعد تمس اللي يرتد وش نقول وش وظيفته هذا طابق وش يسميه ضد الارتداد ووظيفته تخلص من ارتدادات طهنة تبشي بالمستوى الأدنى إذن هذا الطابق يسميه طابق العدد رحوا لي بعدها وظيفة العناص الكهرباء يجمع جمع بأنش عاكم وظيفة العناص كهرباء كل مرة نحيلكم حاجة ورجعكم حاجة فتعرف الدور تاح وما كمش ستنسوا عليها هاي نبدأ أول حاجة في المقاومة Ares جمع لك مقاومة Ares 1 يولي دارة القصمة بين VCC و GND يوجد مقحل في حالة التشبؤ وش سيصر في هذه الحالة رح يتلف المقحل في هذه الحالة وش لازمنا نزيد مقاومة Ares 1 إذن Ares 1 وظيفتها تحديد التيار لحماية قاعدة المقحل الكهرو ضوئي رحوا المقاومة Ares 3 ونحسب جهد تحب قاسم من جهد أجمع وش يساوي هنا الجهد في هذه الحالة يساوي المقاومة المعنية سيك معنى 0 على مجموعة المقاومات معنى الصيف على R2 في VCC إذن جهد في هذه الحالة وش يساوي 0 وإن أحب جهد 6 VOT 8 VOT لازم هنا واجب علي إضافة مقاومة هنا مجموعة المقاومة معنى معنى هو 0 على R3 في VCC 0 فهذه الحالة بنت خلصوا من هذا المشكل ومن قيمة معينة الجهد لازم بمقاومة R3 إذا ما وظيفة مقاومة R3 وظيفتها توفير جهد مرجعي ثابت ال جنس تفور رح المقاومة R3 جماعة بنا موزين ونحي هيا جماعة لو نحسب الجهد هذا في R3 وش يصير في R3 على مجموعة المقاومة R3 في R3 مع R3 الطرح تولي VCC إذا جهد في هذه الحالة يبقى يستخدم 12 مقاومة إذا ووظيفة هذه المقاومة كذلك تسهف تحديد جهد المرجعي إذا جماعة وش معناتها مقارن لازم على أقل زج مقاومة بها نوصل لجهد اللي نحوص عليه SQ6 8 9 على حسب القيم المقاومة اللي نحوص عليها أنا إذا في هذه حالة وش يصبح الجهد 6 فورت معناتها الجهد إذا حبينا نحده أكبر من 0 فورت وأقل 12 فورت لازم ندير جسر على أقل في زج مقاومة رحوا لي بعدها AOP وهو مضخم عملي يعمل عمل مقارن وش يدير هذا مضخم عمل يقارن بين جهد المرجع اللي هو V-N- والجهد المتغير اللي هو V-Z اللي عبر عليه المقحل V-CU والمخرج تعال في المقحل TR رحوا المقاومة Air بي جمع كنت نحي مقاومة Air بي شو ووظيفة تحديد التيار لحماية قاعدة المقحل TR وفي نفس الوقت تحديد التيار تشبؤ لتخلي مقحل يعمل في حالة التبديل معانتها هذه Air بي ما يجيبوها شغير هكذا يجيب واحد القيمة معينة لازم يتحقق لشارت وشيو لازم يكون A بي ط أكبر من EC ساتوري على بي رحوا المقحل TR يعمل في حالة التبديل وشمعت حالة التبديل يعمل عمل قاطعة مفتوحة أو قاطعة مغلقة ووظيفة تحكم في تغذية الوشعة كما هنا إذا كان قاطعة مغلقة وشعة تطمغنى وتاماس يبدل حالته إذا كان قاطعة مفتوحة تاماس يرجع حالة راحة إذا كان قاطعة مغلقة تاماس يولي في حالة عمل إذا كان قاطعة مفتوحة تاماس يرجع حالة راحة إذا مقحل يعمل في حالة التبديل رحوا لبعدها لبعدها ثنيائية الديود العجلة الحرة لو كالناحية يجمع شو شو سيصر أتلف مقحل وش هو السبب الإتلاف بسبب تيارات التحريضية الناتج عن التحريض الذاتي للوشعة نحل مشكل وش لازمنا نديرو ديود عجلة حرة في استقطاب العكسي ويكون على توازي وش وظيفة هذه الديود تسمى عجلة حرة بس تير يدور وينفذ على شكل مفعول جول ويحمي المقحل تير إذا عجلة حرة ووظيفتها حماية المقحل تير حماية الجامعة مقحل تير رحوا لبعدها المقاومتين هذو لازدناهم في قلب عجلة سمع لكم نحن ماذا حسر أولا صار إدارة القصر من وفي نفس الوقت يخسر المداخل S و R إذا نجنب دوائر القصر ونحمي مدخل S و R إضافة مقاومتين R و R إذا وظيفتهم وظيفتهم حماية من دوائر القصر وحماية المداخل S و R لبعد هالبوابة هذه بما أنه عدد هذه بوابة شرط نهاية العد وهذه البوابة و ستكون بوابة و ب 4 مداخل وكما تكون بوابة 2 إذا كان هذا المخرج مربوط مباشرة بالمسح فقط و المسح يمشي مستوى الأدنى هنا نقول بوابة 2 ديما بوابة شرط نهاية العد هي بوابة AND أما البوابة وظيفتها إعطاء إمكانية تمسح أكثر من طريقها إما عن طريق مسح رمز A0 أو عن طريق مرحلة ابتدائية من أشغول 2 وهذه نسميها X20 وهنا يجمع مختلف العناصر الكهربائية إن شاء الله فهمتوا كل شي و رحوا باقي الأمثلة هيا الأولاد رحوا المثال رقم 8 كما كنت لاحظوا في مثال رقم 8 إعطانا تقريبا نفس تركيب هنا تغييرات خفيفة إنما في الجهد المرجعي ما أعطى لي مقاومة R أعطى لي جهد المرجعي كون يتحكم فيه V Xena وهذه يجمع قبل من نملك الجدول بنفس الطريقة يجب نحسب الجهود الدخول المقارن التمثل إذا نبدأ أول حاجة عندي هذا المقارن سيقارن بين جهدين الجهد الأول V نبدأ نصم نقطة حتى نوصل G إذا V نقص يمثل ثناء Xena إذا V نقص يسمى V Xena يسمى جهد مرجعي أما الجهد الثاني V Z نبدأ من نقطة حتى نوصل G و لاحظ V Z يعبر عليها الجهد بين طرفين المقحل يعني V C وهذا الجهد يعبر عليها V Z و V Z تعطى من طرف الصانع وجهد هذا مرجعي ثابت يزاوي 4.7 V إذا هنا نكتب 4.7 V وهذه تبقى قديمة ثابتة مهما كانت حالة القرار أما الجهد الثاني اللي هو كما شفنا اللي هو V Z يعبر عليه V Z يعبر عليه الجهد بين طرفي الجامع والبعث للمقحل الضوئي إذن V Z و V C وهذا V C يجمع جهد متغير على حساب المقحل هل هو مشبع أو مانع في حالة غياب القطع وش يكون مقحل ضوئ يتسلط على المقحل هذا ويكون مشبع إذن جهد بين الطرف يش نسمي V C S إذن V Z أما في حالة حضور القرورة القرورة يجي هنا يجب الضوء على مقحل الكهرو الضوئي وبما أنه موصل لضوء هذا المقحل سيكون مانع إذن جهد V Z يساوي جهد المقحل في حالة الحصول يسمي Visioblock و Visioblock يساوي جهد الخروج هنا أول حاجة خرجنا الجهود بعد ما خرجنا الجهود نستطيع ملو الجدول بكل سهولة بكل بساطة هاي جماعة نبدأ هنا أعطيتكم في الجدول أعطيتكم ثلاث أسطر غياب حضور غياب حبي نبي لكم وكته يعد التركيب في الحالة الغياب ومعنت قطعة غيبة لا يعد قطعة الثانية لا يعد مجرد غيبة القطعة يعدها وذلك تفهم أجماعة لا تقلق شرك زمع يمليح هاي نبدأ بنفس نجمع لا تسرع قادم مقحل PMP سيبدأ لكم التركيب ثاني حاجة يساوي جهد المرجعي سواء في الغياب ولا حضور ولا غياب هذا جهد ثابت أما في حالة الغياب القارورة كما تلاحظوا بها نكمل الغياب في حالة غياب القارورة الضوء هذا يتسلط على المقحل وبما وصل الضوء هذا المقحل يكون مشبه قاطعة مغلقة إذن بما أنه قاطعة مغلقة الجهد بين طرفها ماذا يساوي 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 ساتوري جماعة لها لم يكن اتجاه التيارات بسكو مهموني بسكو لأنه مقارن يقارن مبين الجهود لا لديه علاقة بتيارة التيارة بسكو لأن قطب زيد وقطب نقص لديه ممنعات تقول ما لا نهاية مع تتيار ماذا يساوي منها يساوي زير او ام بحث على هذه نخدمه غير بالجهود بما أن مقحة المشبه الجهود بين الطرف هي ماذا يساوي وصاتي 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 وزير وفوت ماذا يكون أكبر ربعة أو صفر فورت ستقول ربعة فالسبعة ربعة فالسبعة فالسبعة باش موصول بالنقص من خصائص المقارن يساوي V- b- ويخرج 0 فولت فالسبعة فالسبعة يستقطاب 12 و 0 فولت و 20 فولت صحيح فالسبعة مقحة لم تطع تتيار لا تتيار مفتوحة مقحة في حالة الحص او هذا المقحة تتلع دارة الوشعة الوشعة تتمغنط لا الوشعة لا تتمغنط ثم سيتبدل حالته ويبقى في حالة راحة وبهنا عرفوا الاس والاير نتبعوا مسار تيار من VCC حتى الجيان هذا التيار يجمع كي يمشي منه يلقى طريقين طريق الأول فيه اير قلب اير اس وطريق ثاني فيه مقاومة إذن تيار في هذه الحالة وشح يدير أحيي جزء جزء يروح الار والجزء يروح الجيان أعطون سيو تقول لي هنا يتقصر بس كما كان المقاوم جمع التيار وقتها يتقصر كي يلقى طريق ما فيش مقاومة خلاص في جيان دي ثم يتحدث عملية القصر إذن اير اجمع وصلها تيار اير يسوي واحد والاس كما كم تلاحظوا اس ما عنده مين يروح للتيار بس كو هذا راهو جيان دي إذن اس يسوي سيفر اس يسوي سيفر اير يسوي واحد وبما أنه اير هو النشط وشح يدير يمسح المخرج مع تكي يسوي زير هاي يجمع نكتبه في حالة حضور القطعة المقحل هذا مشبع وفي زايد يسوي في سي يو ساتوري وسيو زيرو فورت في سورتي يسوي زيرو فورت لأنه في ناقص اكبر في زايد المقحل موصله شو الجود مانع وشيعة دارة مفتوحة معناتها غير مغذات تماس يبقى في حال الطرحة ما تغيرش الآس شو يلقينها زيرو والآل يلقينها واحد والكي يجمع وشو يسوي تسوي زيرو إذن العدد هل العدد يعد هيا جمعون جاوبوني جمع هل العدد يعد هنو شو راح نديرو راحون نجيبوه إشارة الساعة ليتوصل العدد إذا العدد هجمع كون يمد له إشارة ساعة يمد هلو كي وباش يتأثر بجبهة نازية والكي يجده لديها في حالة غيب لديها زيرو هل يعد العدد هنقول لديها العدد لا يعود راحوا الاحتمال الثاني عند حضور القارورة كما كنت لاحظو هذي القارورة كي حضرت قطعة الضوء على المقحل تير ويد المقحل الضوئي يسمى VCO BLOCK وVCO BLOCK يساوي جهد الخروج إذن يساوي 12 فوط جمعون ما تلاحظون ماذا تكون أكبر 12 أو 4؟ سوف تقول لي أستاذ 12 وعندما لا تربطها بZ وفي خصائص المقارن تكون VZ أكبر من V ناقص وفي سورتي مدلي جهد الموجب المغذى وهو 12 فوط وهذا المقحل الجماعة في سورتي يغذى ب 12 فوط وطاله تياه مدام وصله جهد تياه وشه يعتبر قاطعة مغلقة يعمل في حالة تشبه هذا المقحل الجدير يغلق دارة الوشعة مدام يغلق دارة الوشعة الوشعة وشعة مدلي حقل مغناطيسي هذا الحقل مغناطيسي يعمل على تغيير حالة وبالتالي يصبح في هذا الشكل وبالتالي الـ S والـ Air ستغير حالتهم إذن تيار هذا اللي يجي من VCC يمشي بهذا الشكل يوصل نقطة هذي يلقى طريقين الطريق الأول فيه مقاومة وطريق الثاني فيه الـ S يتفرع يروح من الجزء منها معناته S يسوي 1 وبما أنه Air مربوطة بالجياني ومعنده طريقة ليوصل لها التيار إذن R يسوي سهر إذن S يسوي 1 بما أن S عادة بمستوى الأعلى ونشاطناها الـ S يتحكم في المخرج إذن Q يسوي 1 إذن نكمل هنا في حالة تحضر قطعة جمعة المقحل هذا مانع وجود بين طرفي VCO ويسوي 12V ويسورتي يسوي 12V حالة المقحل ممر المشبع أغلقت دارة الوشعة ووشعة مغذات محارضة تماسح يكون في حالة العمل الـ S و R سيتعكس الـ S يسوي 1 والـ Q يسوي 1 هل يعد العدد؟ إذن كي يسوي 1 كي كان 0 أو 1 منطق هل هناك جبهة نازلة؟ لا هذا يجمع وشية جبهة صعيدة أغلقت من صفر إذن هنا نقوله عدد لا يعد إذن العدد أجمع وكتهي يعد حتى نزيد تغيب القطعة هيا نزيد نشوف تغيب القطعة عند غياب القطعة لاحظة معا يمليح بنفس الطريقة الأمر هذا كاملا حتى تعاود المقحل هذا يصبح يصبح مشبع بما أنه مشبع VCU مبين طرفه هو VCU ساتوري ويسوي 0V 4.7V أكبر من 0 مربوطة بالناقص من خصائص المقارنة يمدل 0V مادة 0V المقحل يكون مانع واللي قاطعة مفتوحة يفتح دارة الوشعة زوال مغناط الوشعة رجوع تامس إلى حالة راحة وبالتالي تيار هذا يروح للـ Air والـ S يكون يسوي 0 إذن S يسوي 0 والـ Air يسوي 1 إذن كي وش يسوي 0 وبالتالي نكتب هنا في حالة غياب القطعة VCU ساتوري سوي 0V VCU ساتوري سوي 0V حالة المقحل غير ممرر حالة الوشعة غير مغذة تامس يعود إلى حالة راحة الـ S 0 والـ Air يسوي 1 إذن كي يسوي 0 هل يعود العدد؟ نشوفه هنا يا جمع ركزوا معا يمليح إذن كي وش ولت ولت 0 في هذه الحالة وبما أنه ولت 0 حالة انتقالية من مستوى الأعلى إلى مستوى الأدنى جبهة النازلة وبما أنه عدد يمشي بجبهة النازلة هنا العدد أراه يعد وهنا يكملنا مثال رقم 8 في المثال الرقم 9 في المثال الرقم 9 كما تلاحظ هنا في قلب سعطى هنا يمشي بالمستوى الأدنى إذا هنا نكتب S bar R bar هنا المقحل لا أعطينا مقحل Mpn أو داللينتون أعطي مقحل مصفات مقحل مصفات يوصل الجهد يكون مشبه ويوصل الجهد يكون مانئ ويقوم بالتيات يعمل غير بالتوترات وكما تلاحظ هنا فينا سعطى هنا في هذه المقاومات هنا قبل أن نملأ الجدول نخدمه بنفس الطريقة يجب أن نخرجه الجهد القطب الناقص وقطب الزيت للمقارنة التماثل نبدأ إذاً في ناقص نجيبه ستيلو ونبدأ من نقطة هذه الناقص ونبدأ من نمشي ونشيبه حتى نوصله إلى جياند إذاً في ناقص يكون يعبر عليه مقاومة A3 و A4 مع بعض إذاً هي المقاومة المكافئة إذاً في ناقص يساوي يساوي الجهد بين الطرفي المقاومة المكافئة A3 زياد A4 أما الجهد الثاني VZ من نقطة هذه نوصله إلى جياندي إذاً VZ تكون يعبر عليه جهد بين الطرفي المقحل وهذا ما نكتبه إذاً في ناقص ماذا يساوي يساوي V A3 مع A4 مع بعض ويساوي المقاومة المعنية اللي مرع لها اللون الأصفر هي المقاومة المعنية على مجموع المقاومات تهذا الفرق إذاً كان يثث مقاومة إذاً ما يساوي R2 زياد A3 زياد A4 في الجهد المسؤول عن تغذية هذا الفرق اللي هو VZ إذاً وكما تلاحظت أعطيتكم R2 يساوي A4 سنعوضهم بدللت بعضهم ونختاز إذاً ما أعطيكم ما أعطيكم دللت بعضهم سأعطيكم القيم وديروا تطبيق عددي عادي إذاً جمعوا ما تساوي إذاً تساوي 2R2 بسكو R3 و R4 متساوي مع أنت تساوي 2R3 وبما أنه R2 و R3 تساوي على ثلاثة R3 تبقى على ثلاثة VCC 12 في 24 وكي تقسم على ثلاثة ثمانية VOT إذاً جهد المرجع هذا ما يساوي؟ يساوي ثمانية VOT إذاً هنا وشنكبو ثمانية VOT مع أنت في ناقص ديمة يساوي ثمانية VOT أما الجهد الثاني اللي هو متغير إذاً VZ تكون يعبر عليه جهد بين الطرفين المقحة اللي هو VCU وهذا الجهد يجمع عنده احتمالين على حساب حضور القطعة أو غياب القطعة كما هنا القطعة أعطيتها لكم المحات إذاً ما هو في حالة غياب القطعة الضوء يتصلت على قاعدة المقحة يكون في حالة تشبع إذاً VCU وتساوي 0 VOT أما الإحتمال الثاني في حالة حضور المحات المحات هذه الشهدية ستحجز بالضوء على المقحة إذاً VZ يساوي في هذه الحالة يساوي VCU لأنه مقحة مانع وبما أنه مقحة المانع VCU يساوي جهد الخروج ويساوي VCC أجماعة بعد ما عرفنا الجهد الدخول المقارن التماثلي روحونا ملو جدول التشغيل هذه نبدأ جماعة بنفس الطريقة يعني قبل ما نبدأ الخدمة لازم نركزه على القلب رس ركزه على المقحة الموصفة إلى آخر ويساوي ويساوي إذاً بما أنه مقحة المستوى الأدنى سوف نكتبه هنا سوف نكتبه وهنا هنا هنا ثاني هنا المقحة المصفة الآن هنا بما أنه سهم داخل القاعدة يسميه مقحة المصفة الآن وهذا يمشي بالجهود الموجابة كي يوصل الجهد سيكون قاطع مغلقة لكن سيكون قاطعة مفتوحة إذا ما تنسوا تكتبه الآن مصفة هنا نبدأ في حالة ابتدائية على بانة بلي في ناقس ديما سيقوم بعمل ثمانية فولت سواء في غياب الممحات والله في حضور الممحات من بعدها نبدأ في حالة غياب الممحات اللي هي غياب القطة في حالة غياب الممحات الضوء يتصلت على قاعدة مقحة الكهاروظوي ما يعتبر قاطعة مغلقة وبما أنه قاطعة مغلقة معانتها مقحة في حالة تشبؤ معانتها ويساوي ساتوري ويساوي زيرو فولت بما أنه ثمانية أكبر من زيرو وثمانية برموتة بن ناقص معانتها في ناقص أكبر من زيد ومن خصائص المقارنة تقوم بي ناقص أكبر من زيد وشي مدلي زيرو فوت بس قانا مستقطب زيرو فوت والفي سيسي بما انه في سيسي زيرو فوت مقحى الموصفات هذا ما عطيت لهش جهد وشي اعتبر في هذه الحالة يعمل يعمل عمل قاطعة مفتوحة رح يكون قاطعة مفتوحة ما بده ديرين تعوي والسوس اللي هو المصرفة والمنبه بما انه قاطعة مفتوحة جمعه وشي حدير هذا الموصفات رح يفتح دارة الوشعة اذا الوشعة غير ممغنطة تمس يبقى في حالة راحة اذا هذا التيار يجي من VCC وان يروح يروح مباشرة الجياندي ما يروحش الطرف الثاني على بقكم لانه التيار هنا يلقى طريقين طريق الاول في مدخل اس وطريق الثاني خالي من المقاومات اللي هو طريق سهل اذا تيار كامل يحط طريق سهل والاس تتقصر اذا هنا الاس بارش نقول عليها موصل هاش تيار اذا اس بارش تساوي تساوي زير اما الار هذا ايام للفي سي سي كوصة النقطة بياه يوجد طريق مفتوح وطريق الاار معانتها بالسفة عليه ويروح الار معانتها الاير بار هنا وشي دموذر جمعه وصلها جد St و اذا ما وصل عليها وشي دموظر RhBARوش يساوي؟ الساوي واحد منطقي اذا نكتبوا RBاروصلها التىير معانتها واحد منطقي بما أن S يساوي 0 جمع S يساوي 1 وبما أن R يساوي 1 ما هو ناشط R أو S هو ناشط وضع المخرج في 1 وبما أن المخرج يساوي 1 هل العدد يعد؟ إذا كنت ترى في المقاطع الزمني تفهمها ملي هذه جمع نكتبه إذن في حالة تغيير الممحات VZC VCO SATURIO S0 بوض VZC VCO SATURIO S0 بوض المقحل مانع أو مزدود أو غير ممرر وشعة غير مغذات تمس في حالة تغيير حالة تغييره S بار تساوي 0 مع أنتها S تساوي 1 R بار تساوي 1 مع أنتها R يساوي 0 R و S نشط من المستوى الأعلى في هذه التركيب بسكوا هنا عني حولتهم لو كان لدينا S بار و R بار هل نشط من المستوى الأعلى إذن R و S أعطيت لها 1 منطقي نشط مع أنتها المخرج يساوي يساوي 1 وبما أنه مخرج يساوي 1 مع أنتها إشارة الساعة هذي الكهيالي يتغذي للعداد مع أنتها جهة مستوى الأعلى هنا العداد لا يعرض هذا الإحتمال الأول في حالة غياب الممحل في حالة حضور الممحل ركزوا مع الممحل الممحل كما كنت لاحظوا حجزة الضوء على المقحل وبالتالي هذا المقحل لم تسلط على الضوء شحية طبقات مفتوحة الجهد بين الطرف هو ما يسمى فيسيو بلوك وفيسيو بلوك يساوي جهد الخروط ويساوي 12 فولت يكون أكبر ثمانية أو 12 12 أكبر من ثمانية ومعناته مع أنتها فيزيد أكبر من في ناقص من خصائص الموقع يتعود فيزيد أكبر من في ناقص من الجهد الموجب والجهد التغذية التعودية هو 12 فولت إذن فيسيو ساوي 12 فولت والإطلاق التماث تتماث التعودية يتعكس التماس والتي تتعكس في حالة العمل يتعكس التماس تبدأ التيارات تجمع والتيار الأول يوجد هذه النقطة يوجد Air Bar ويوجد J&D وهذا يختار يختار مسلك السهر إذاً Air Bar يقوم بعمل 0 ما يفصل هذه التيار أما S وصال هذه التيار بما أن Air Bar يقوم بعمل 0 وعلى S بعمل 1 فإن S يقوم 0 وعلى Air يقوم 1 الار هو النشط المعنى يتحكم في المقراج ويمسح جيقل بو زيرو وبعدها نكملو جمعه في حالة حضور القطعة حجب الضوء معنتها مقحل في حالة 8 في سيو بلوكي سوي 12 فولت في صوتي سوي 12 فولت مقحل غضيته سيكون ممرر مشبع الوشيعة ستكون مغذات ولا محارضة التامس يعكس حالته يكون في حالة عمل كيعكس حالته الأسوشيينها زيرو والار يسوي واحد بما أنه ريسي واحد هو يمسح المقراج جيقل بو زيرو سوف نرى العداد يمسح المقراج جيقل بو زيرو إذا من قبل كيوش كان واحد بعد كيوش ولا ولا زيرو إذا هنا عندي حالة انتقالية من مستوى الأعلى مستوى الأدنى ومشي سميه جبهة نازلة وبما أنه عداد يمشي من جبهة نازلة أحد جهنا بضاحي يعد قطعه ويكتب رقم واحد إذا ما نقلبه؟ نكتب العداد العداد يعود هذا بالنسبة للمثال رقم تسعة هيا جماعة روحوا المثال رقم خمسة سبقتكم سبعة وثمانية وتسعة باسكوكين بزيف سألوني على المضخم عملي يعمل عامل مقارن ذكروا روحوا المثال رقم ثمانية المثال رقم ثمانية بسيط جداً ما في حتى إشكالية هنا وش فيه فيه مقحلين المقحل الأول وشي هو مقحل كهروضوئي تي ار واحد يعمل بالضوء المقحل الثاني هو مقحل NPN هنا جماعة وش هاكم تلاحظوا تلاحظوا بالقاعدة عن مقحل B مربوطة بالإميتور عن مقحل كهروضوئي بل كل شي لازم نشوف القلب RS بما أنه يقلب RS إنجاز بوابات ناند كما كم تلاحظوا خط ضائرة وش نكتبو مدخل هذا نسمي S bar وهذا R bar وبما أنه مقحل ساهم خارج معنو ما معنوك يوصل تيار والجهد يكون مشابه ما يوصل تيار والجهد يكون مان هيا جماعة نبدأ في حالة غياب برميل ثنائية ضوئية تصل الضوء على مقحل NPN فيصبح مشابه وبالتالي هذا تيار اللي يأتي من VCC وش يوصل نقطة هذي كيوصل نقطة هذي يجمع وش هكم تلاحظوا عندي مقاومة من R مقاومة R جزء يروح المقاومة R وجزء الثاني يروح المقاومة R والمقحل كما هكم تلاحظوا هنا المقحل مدى موصله تيار ومدى موصله الجهد وش يعتبر قاطعة مغلقة كما هكم تلاحظوا هنا معنى مقحل هذا ولا يبشي مع هذا تشبه تشبه في هذا التركي وبما انه هذا المقحل المشبع سيغلق الدارة فتصبح وشيعة دارتها مغلقة وبالتالي تتحرض وتعطي لحق المغناطسي حق المغناطسي هذا الشحيدي راح يعكس حالة تمس بعدك يعكس حالة تمس خرجه S bar و R bar اذا هذا تيار اللي يجي من الاعلى يوصل هنا يلقى طريقا طريق الاول فيه القلب وطريق الثاني فيه طريق سهل لا يوجد مقاومات وبالتالي تيار يذهب مع هذا الطريق هو تتقصر S bar اذا S bar وش تساوي في هذه الحالة تساوي 0 واما تيار الثاني يجي مصدر الجهد يجد كذلك الطريقين طريق الاول مفتوح وطريق الثاني Air bar اذا في هذه الحالة شو نقوله سبار وش يساوي 0 ور بار يساوي 1 وهنا في الجدول اللي لا يطلب مني S bar ور بار يطلب مني S بما انه S bar يساوي 1 بما انه R bar يساوي 1 وبما انه R bar يساوي 1 فانه R يساوي 0 يمكن يتحكم في المخرج اللي هو الاس بسكو هو الفعال اذا المخرج يساوي 1 العدد يحسب ما يحسبش هاي يجمع نملو السطر الاول في حالة غياب برميل وش معناتها هذا مشبع مقهر الثاني كذلك يصله الجهد فيصبح مشبع فيغلق دارة الوشعة فتتحرض الوشعة وتصبح مغذات فالتمس يغير حالته ويصبح في حالة العمل اذا S يساوي 1 وR يساوي 0 بما انه S فعال هو اللي يتحكم في المخرج في حالة التشغيل واحد منطقي وبما انه كي يساوي 1 وش لازمنا نشوفه إشارة الساعة العدد بش يمشي شكون يميدلوا إشارة ساعة كي بجبهة نازية اذا العدد وش وصله مستوى الأعلى هنا وش نقوله العدد لا يعد اذا نكتبه عدد لا يعد وروحوا الاحتمال الثاني اللي هو حضور البرميل ركزوا معي مليح يا جماعة جماعة كي يحضر البرميل ما تلاحظوا البرميل هذا حجزت ضوء على مقحلة تير 1 بما انه حجز عليه ضوء ايها يعتبر قاطعة مفتوحة وبما انه قاطعة مفتوحة مستحيل انه تيار يوصل مقحلة تير 2 وبما انه ميصش تير مقحلة تير 2 ويش ماذا يعتبر يعتبر كذلك قاطعة مفتوحة هذا المقحل يفتح دارة الوشعة مما يؤدى إلى زوال مغناطة الوشعة وكي تزاله زواله مغناطة الوشعة يتحاصل بتمسة الى حالة سوف تسكع لها في المراحل الكهربونيس كي ينابض الارجح وكي يتعكس حالة التاماس نتبع اتجاه تيارات بالنسبة للأير بار كي يوصل تيار يجيب من المصدر جود وشي يلقى يلقى طريق سهل جيان دي والأير معانتها التيار يروح طريق سهل والدارة هذي تقتصر معانتها أير بار هنا وشي يسوي يسوي زيرو والتيار الثاني ليجي من VCC يجد طريقان طريق الأول مفتوح وطريق ثاني S لازم تياروين يروح يروح ال S بار إذن في هذه الحالة S بار يسوي واحد وار بار يسوي زيرو بما أنه S بار يسوي واحد معانتها S يسوي صيفر بما أنه R بار يسوي صيفر معانتها R يسوي واحد إذن شكل يتحكم في المخرج اللي هو روسيت هو الناشط اللي هو إيقاف المخرج ووضع المخرج في الصيفر هايا نكتبه هنا جماع حظه برميل يؤدي إلى قطعة الضوء على المقحل NPN فيصبح مانع والمقحل الثاني كذلك لا يسله الطياء فيصبح مانع الوشعة أصبحت غير مغذات وزوال مغنطة وبالتالي تماث يعودوا إلى حالة طراحة وبالتالي S يصبح 0 و R يصبح 1 وتعكس حالة تاحهم وبما أن RSI 1 معناتها كي يشترى 0 هل العدد يعود؟ واش لازم نجمع روحوا المخطط الزمن إذن في الكي منقبل وش كانت كان عندنا واحد منطقة الكي وش ولت ولا تزير إذن كي أصبح الصفر وهذه وش هي جبهة نازلة هي حالة انتقالية من 1 إلى 0 والعدد كل ما تصلوا جبهة نازلة إذا هنا وش نكتبه 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 العدد يعود هذا بنسبة للمثال رقم 5 هيا جمعة زينا بقنا آخر مثال اللي هو مثال الرقم 6 وكذلك هو مثال بسيط فهذا المثال ما فيش خدمة بزاف طلب مننا إكمال جدول التشغيل بنفس الطريقة وش لازم نشوفه حالة المقحة طابعتها وهل هي NPN أو PNP كما نلاحظه NPN معناتك يوصلوا التيار وجود المشبهة كما يوصلوا وأنا أعطيتكم أجمع أفكار على مقحة PNP هكذا هيا جمعنا نبدأ في هذا النظام عند غياب المصباح ما الذي يحدث؟ يتسلط الضوء على مقحة NPN فيصبح مشبه وبالتالي هذا التيار اللي يجي من VCC يمر يوصل النقطة هذه كيوصل النقطة هذه يلقى طريقين في مقاومة الجزء يروح مع الطريق الأول مقاومة R والجزء الثاني يروح مع R بيجمع عطوص يتقول لي التيار يتقصرنا طريقين فيهم مقاومة لو كانت هذه ما فيها مقاومة صحي يتقصر وقتها يتقصر يجي من المقاومة فيه جياندي مباشر وبما أنه تيار الثاني يصلوا التيار والجهد وشي يعتبر قاطعة مغلقة هنا جمع منها من تيار هنا رح نخدموا بالجهد أطالي V30 إذن هنا جمع المقحة المشبه وبما أنه مقحة المجبه VCU الجهد هذا V30 هو نفسه VCU وش نسميه نسميه VCU SATURY وVCU SATURY يسوي 0V وش معتها 0V وبما أنه هناك 0V هذه البوابة هي نفي إذن 0V V30 بما أن V30 0V V30 5V هذا يتكتبون VCC جمع لها درنا مقاومة AIR نحضر ونوصل للجهد للبوابة التيار 5V إذن هنا نكتب بما أن V30 يسوي 5V إذن نعود لكتب هنا غياب القطع من حل الأول مشبه أو ممرر حل T2 مشبه بما أن V30 وVCU وVCU SATURY معانتها 0V وبما أن كان بوابة نفي إذن 0V وش نفي 1 منطقي 1 منطقي كهربائيين وش يسوي 5V هل العدد يعد نجيب للمخاطط زمن العدد أجمع بش يمشي يمشي بجبهة نازلة يمكن يمدلون إشارة 9 V S bar إذن V S bar وش مجمع 5V وهذه مستوى الأعلى عدد لا يعد رحوا نكتب هنا لا يعد حالة الثانية يجمع عند حضور المصباح عند حضور المصباح يحزب الضوء على مقحل تير واحد وبالتالي قطعة مفتوحة وهذا المقحل مدام قطعة مفتوحة يقطع تير على مقحل تير 2 وبالتالي مستحيل مرور تير إلى مقحل تير 2 إذن كذلك قطعة مفتوحة وهذه قطعة مفتوحة V S وش يسوي بما أنه قطعة مفتوحة المقحل في حالة المنى مع V S وش تسوي V S و تجمع 0 إذن نكتب هنا مقحل الأول مانع مقحل الثاني مانع V S وش تسوي V C block تسوي 5 V 0 V هل يعد العدد رح المخطط الزمن إذن V S وش كانت مقبل كانت 5 V وش ولات 0 V وهذه نسمي ها جبهة نازلة وعند العدد لكي يمشي بجبهة نازلة كبيرة وكل صغيرة على دوائر الكشف وإن شاء الله غيرتكم طريقة تخمين وتركزوا على الفهم أكبر من الحظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته